فطبعا النص يحمل عنوان عبث أطفال فيقول عبث أطفال هذا اللي يسمونه علينا حصار عبث أطفال هذا اللي يسمونه علينا حصار خيانة طعنه بخنجر سواد وجيه تبريره عبث أطفال ما يقبل مبرر لا ولا أعذار وهم كابوس يا بلادي وحلم خان تفسيره عبث أطفال ما يقبل مبرر لا ولا أعذار وهم كابوس يا بلادي وحلم خان تفسيره عبث أطفال في حق الطفولة والوطن والجار عبث أطفال في حق النسب والدين والجيرة عبث أطفال نايم في فكر أطفال بس كبار يصورها اللعين بليس وقرانه لهم خيرة عبث أطفال من عهد اليهود ودولة الكفار عبث أطفال من عهد اليهود ودولة الكفار عبث أطفال صهيون الكيان وحلم تصويره عبث أطفال صهيون الكيان وحلم تصويره عبث أطفال هتلر واليهود وحرقهم بالنار وتشتيت أمة الإسلام والأقصى وتدميره عبث أطفال يلعب في مشاعر أمة المليار وعبرية فكر قامت على الدولار والليرة عبث أطفال حقدوا غل وقلوب تعيش بنار حسد بنفوس مرضانه تشب وتنطفي غيره عبث أطفال لا ذمة ولا خافة من الجبار عدات الدين لا ملة ولا مذهب ولا ديرة عبث أطفال جرمها الزمان وحافها بالعار أبدم الأبرياء سجلهم في كل وطن سيره عبث أطفال جرمها الزمان وحافها بالعار أبدم الأبرياء سجلهم في كل وطن سيره عبث أطفال ولا حصار ولا يا بلادي عصار من الله ومن تميم المجد يا بلادي غدا خيرا السلام عليكم صح الله السعر صح الله السعر صح الله السعر